أهلاً ومرحبا بكم وتتبعي قناة ألوانكم اليوم كانت واجدوا في قلب منزل الشاب المختار البركاني هرم وملك الرقادة مرحبا بنا عندكم ورحبا بكم معنا سيم مختار البركاني سبارك الله عليك والسلام عليكم تنتم ومرحبا بكم وشكراً على الاستضافة يعني فكرتوا فيها وجيتوا عندي مرحبا بكم وحبيبي سيم مختار البركاني عرفنا عليك أكثر بشي عرفك المشاهدي المختار البركاني يعني أنا زايد في ماداغ والماداغ بعيد على بركان 13 كيلومتر ورا يعرفني جمهور كبير في داخل الوطن وخارج الوطن في دول يعرفون المختار البركاني المختار البركاني كدير عرفوك هيد الجمهور الصغير والكبير يعني بغينا واحد النوب داعليك يعني فاش بديد حتى اللابة أنا البداية دياليب كانت عندي هواية أنا كنت مبلي بالشيوخ كانوا ذاك الوقت غي الشيوخ كانوا صحاب القصبة يواو كانوا يجيوا العراسات وكنت نتبحهم وتكار فست بزاف تكار فست بزاف نتبحهم كاينش يخلي خلي وننغني شويها كاينلي يقولوا لله كاينلي بزاف يعني لأنه ما يمكنش تجبر كل شيء لأيام مسي قدا خطرا هاك خطرا هاك خطرا هاك والإنسان اللي مايتعذبش على واحد الصنعرة مايوصلش يكذب عليك الكاذب يوا المهم جيت سبعة وسبعين ولا ستة وسبعين لما خانت نيش الذاكرة بشيت لأحفير كنت ساكن دما بأحفير ودرناوح المجموعة سميتها مجموعة البشارة كانوا ناس حلوين ودراري زينين وكنا نغنيو ذاك الوقت كنا نغنيو الشعبي وناس الغيوان وكان الرأي كان الرأي قديم ما كانوش هذا الشبال اللي ركتسمع اليوم ما كانوش كانو يلا وحد ذاك الوقت خمسة ولا ستنت على المغنيين كنا نتلقى واحتفى في المهرجان ديال السعيدية قال المغنيين ديال الرأي ذو كل قدام خدمنا في السعيدية ايوا ومن بعد جيت البركان لأنه ذاك المجموعة كاللي مشال الأوروبا كان نقصوا واحد بالواحد وجيت هنا البركان ودرنا واحد المجموعة ايوا سيدي وخدمنا واللي تعاود تلقينا بقينا نخدمه أنا وحسن الحسيني لأنه غير نوياه اللي كنا ذاك الوقت في بركان كنا نغنيو الرقادة كنا نغنيوها بالموسيقى ما كانت تا واحد في ذاك العصر متاعنا يعني ما رأي نيش نتقل نكذب ولا نفتخر ولا أنا وحسن الحسيني يدرك المغني اللي تسولوا ولا ساكن في بركان ولا بوجده كانوا يسمعوا ذاك الوقت المختار البركاني وحسن الحسيني كنا نغنيو الرقادة والحمد لله وصل الشي ديال تسجيل ديال الكاسيت وحسن قبض تيجاه دياله أنا قبض تيجاه ديالي بقينا نسجلوه يا الله يا الله كانت لي يمزينا ولي يمزينا والعراسات كنا مريضوش شهر سبعة شهر ثميني حتى لشهر تسعة ما كنا جنح بسهم الخدمة ايوه بقات شوية بشوية ايوه كنا عاود نتلقوا مع الشيوخ ليونسي محمد الله يرحمه من هالمنبر هذا الشيخ حمد ليوه بن عبداللهنا خدمت معه في فرنسا الله يرحمه شيوخ تلاقينا معهم بزاف تلاقيت مع محمد بلخياطي في ميسور خدمنا ثم واحد من رجال محمد بلخياطي رع هارام ديال المشيخة بالزازائر وتلاقيت مع الشيخ عبدالله الله يرحمه كان عرضه واحد سيد صاحبي يقولوا له ذاك الوقت لو علمي مع قلتش على السمية هو قصرنا وكانوا يوصيوني تلاقيت مع الشيخة عرحمه العباسية مع الريمتي وعندي شيوخ رمي عربوني ومنهم عبدالله العبادية عرفني في فرنسا كنا نتلاقى ذمات شريبي حسان خدمت يعني تكرفست خدمت بزاف مع مغنيين كبار من بعد أعطتني الشركة ديال مونديال أعطتني مليك أغنية الرقادة لأنه رمي عندي بلي كاسيت كل آلبوم دايري اللي فيها مليك أغنية الرقادة والحمد لله حتى أنا كنت يعني ندبر الكلام وندير المجهود وعزيزة علي الرقادة عزيزة علي لأنه الرقادة مرض مرض تسكن في الدم ديال الإنسان عزيزة علي رقصة تدبر كلام زين بايش يسمعوك العائلات يسمعوك كذا والحمد لله قبضت واحد تيجاه ديال الرقادة وكنا نتلاقا وبعض الناس كبار في السن كانوا يعطيوني كلمات أنا بنفسي كانوا يؤثروا عليه ذوك الكلمات أعني أنا اللي ذاك الوقت أنتي بدأ لو تبغي المال نسايني أنت أنا مقبيل قوليها لي ما نبيع ودي ما نخسر مالي والمهم شتاد الرقادة تقع هذا الألحان اللي رك تسمع عند المغنيين كل شي دياولي أنا ما كان كدبش كل شي الألحان ديال الرقادة اللي روم يدوره في الجهاز الشرقية كل شي دياولي حسن عنده رقادة بوحده لون بوحده أنا عندي لون بوحده يعني جا الوقت اللي غادي نقوله الصراحة وهذي كاين واحد الكلمين نكمل بيها الجملة ديال أغنية أو الديلية أبويا كل شي كل شي كي يكملوا بيه لأنه الرقادة رخصها ملاها ملاها وخا عندنا مغنية الحمد لله رمغاديين مزيان بالرقادة ومبرعين وكل واحد راخد دام على رأسه كلها والدومين دياله ولكن يعني شيء الحراني نسمحهم ديولي وبالزاب المغنية اللي عودوا لديسك ديالي الله يسهل عليهم إحنا صافي الجيل ديالنا ماذا بينا خلينا تاريخ نتعرق قادة وحسن الحسين يخليهم الله يسهل عليهم احتجت هالفكرة ديال الفنان أيمن السرحاني ومومن سيد اختار فركاني بغيتك وشي كان عندك توقع لهل نجح لها الأغنية الجديدة يعني هالديو مع أيمن السرحاني؟ يعني الصراحة كنت عارف باللي غادي نوصلوه الوحد المشاهدة كبيرة من الجمهور لأنه هذا أيمن السرحاني فكر هو مومن مباركي قالوا نديرو واحد ديو مع المختار البركاني لأنه هارام ديال الرقادة وكانوا يعرفون الناس حل كانوا يحبوني وهم متبعيني كاي سمعوا اللغنا ديالي يعني ما غلطوش في هذا اللي هي حق حق أنا المختار البركاني كاي يعرفني كل شي ما أخلي التشهد ولا ما مجد لهاش يعني بنا دمقصوي يجي صراحة جا عندي أيمن السرحاني هو وصي مومن وكبروا بياه وداروا بياه ودرنا هالفكرة لأنه أيمن السرحاني أعرف بالليرة من ساوني أنا إحنا الرقادة ديال نظرك إحنا أنا وحسان يعني إلا بغيت نقولك ما بقاوش يلغوننا إلا الغوننا الشي مهرجان يعطيونا ربعة دورو ما يعطيونا شتابين فين نرتاحوك ما يعطيونا البراني مني نجي شي مغني براني كاي كبروا به كاي ديرولو فين ينعس فين كذا هنا هالمهرجان دياليونا تبقى تستلنا براه هتا يوصل الوقت مني نطلع تطلع قام بوبح بالهواب كذا بنا يعني نقولك أنا يعني علاش زعمت نسجل مع أيمن السرحاني باش تمنيت ونويت شي اللي هارضت الوالدين باش نولي للتسعينات لأنه أيمن السرحاني عندو إقبال كبير وجمهور كبير وقال آلي قال لي المختار هاد الرقادة غادي يشوف هالعلام قال لي بغره ده علامية قال آلي ورا شاهد علي الله هو مومن قالوا آلي ما الكذوب ماشي مزيانين ودا بادروك هاني الشتة نغيها الثلاث ايام الحمدول الله ها طرفش حال شفهم مليون ولكن راني موجد الجديد راه فربعات المليون راني موجد الجديد غادي نخدمو أنا وإيمن السرحاني يا راه هو راه عندو الويوي دياله ولكن ما زال غادي نولي واناوي أهل الرقادة غادي نديرو الجديد بلي كليب ديالها بشيوخ ديالها يعني التقاليد يعني التورا ديال البلاد ما تتغيرش ما تتغيرش نهائيا ونزيدو يعني شنو هي الإضافة اللي اعتارك ايمن السرحاني إضافة اللي اعطاني ايمن السرحاني يعني نقولها ونفتخر بها عرضني لتسعينات يعني تانا تفاجأت نظركم منين شتة ربعات المليون تفاجأت ردني لتسعينات الحمد لله وفرحت فرحت بهذا الفنان هذا يعني يعرف وسمه وسمه كيف يفكر يعني كيف يفكر مزيان وانا عاود شنو يا سلم اختار البركاني الإضافة اللي اعتيتها الايمن السرحاني أنا الإضافة اللي اعطيته الايمن السرحاني اعطيته الأداء أغاني ديالي نوياه وعطيته واحد يعني كما نقوله واحد درابو ديالي الرقادة يعني ايمن السرحاني ما يغنيش غيل واي واي يغني تا الرقادة وكي يحب الرقادة لأنه هو ود المنطقة الشرقية من هالمنبر نشكره قاع المغاربة كاملين وكي يعرف نحنا كنقوله الحساب ديالي الرقادة كي يعرف يشتع الحساب ديالرقادة ولو عايش فرنسا عندو الدم ديالي بلاد الدم ديالي الرقادة ومشاهدوه الناس كيفاش كيدير الكتاف كيفاش يعني يستاهل هذك الانسان سلم اختار البركاني كي كتشوف الاداء ديالا ايمن السرحاني الاداء ديالا ايمن السرحاني والله العظيم يا سلام عجبني وكي يغني بالقلب يغني كي يموت مع الديس يغني ويبغي في الرحل جمهور دياله يعني عشرة على عشرة هذا فنان فنان ومربي ويعرف يهدر ومن كذبوش لأنه كل واحد من هذا المنبر فنان دار شي عمال الله يجعل الله يجعل ربي يعاونه هذا المنبر السيد المختار بغيناك تقولنا آخر كلمة يعني في الحقيقة بغيت نسولك هذا السؤال شنو هي المعاناة اللي كانت عندي قبل ما تديرها الديو مع أي من سرحان والمعاناة اللي راح نعايشينها يعني ما راي سول فينا تا واحد ما راي تفكر نتا واحد والمشكلة اللي يبقى فيها المختار البركاني شكل ما يعرفوش راحنا معروفين والحمد لله ونبغي ونضحكوه نبغي ونلعبوه أنا كالريح في القهوة كونوا مع ستاديا الناس تنولي وثلاثين واحد الناس يعرفون ينمو لناب نبغي نضحك نبغي نلعب ومعنا ما غادي نديرولهم سمحوا فينا راني مريح راني نتماعيشو مع الخوت هذي هي الدنيا باش نقول لك غادي ندير شي شي حاجة ولا نشكيل وزارة الثقافة ولا هذي أنا ما عنديش معهل حويش رام يعرفوني يعرفوني فنان المختار البركاني بغاونا وبغاو يرفوع لنا ويتفكرون مرحبا بيهمر عندنا الوليدات عندنا كذا ما بغاوش ما كينتشي مشكل والله العظيم يلب القلب الخالص الدنيا آنية ومن هذا المنبر الله يشافي سيدنا محمد السادس الله يجعر بيش تتضرره والله يشافيه وتحيى المغرب المغرب شوف في هذا في هذا كوفيد 19 العلامة يهدر على المغرب هذي من فضل الله من فضل الله المغرب غالي 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 وعندنا الحمد لله ماليك والي والي من أولي الله شوف الفكرة اللي عطاه الله والذكاء شوف سلكنا كنا غادي نوصله الوحد شي حويج كبار والحمد لله السيم خطر بركاني بغنك تهدي الجمهور شي مقطع دي الشي أغنية عزيزة عندك وبغن تهدي هالجمهور المغربي والجمهور المغربي القاطنة في العالم كامل هالجمهور المغربي وما نديك شوال الفكنسية وما نديك شابر دي تخرجي لي ما نديك شوال يميق ريال حكام صعيب هراي وتقضي لي كنا عايشين معهم كانوا يتزوجوا الفكنسية هنا لجندا دايمن عامره بالعراس هذي عامين ولا تلذا ما بقيتش نشوف العراس لا هذي هذي الحمد لله دعوة تبدلت بالزاف والله يجيب شفارج الخير وذركوا حتى هالخدمة كثير فيها واحد واحد يدينقر واحد وكي الناس اللي يبغيوا المختار البركاني شي واحد من هي يقولوا ما تديهش هرا ما عندوش اللي يغنيش شعبي ما عندوش موسيقيين ما عندوش هرا يغني غير رقادة ولكن من هالمنبر وكننا الله على هذول اللي يعرضوا للرزق ديال خوتهم السلام وعليكم